مره كانت تقولي عمان 23 نطلع علماني طيب حلو في سؤال اسمه امان اللي قل عليها امان عارف انت لا قل بالله يسألنا كلنا انا ترى ما جيس يسألنا لا تعرف الامان خلنا كمل لك هذا امر اطبع يعني سأل سؤال ما تجاوب عليه طيب يطلع معك اه 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 الامان اه اللي في اه الامان دا لو جاوب تخاطع الفيديو خطى تخل البراين يسألنا رصيديك الخمسة لا لازم نجاوب الصحب لازم نجاوب يا حبيبي مثلا انت جاوبت ومعك ستة قليل رصيدي الطيب الامان دا منه علي السؤال يش بل الجميع الجميع ايه كل واحد السؤال الا حالتك بالله ايه والله حتى لو رصيدي كم حتى 11000 ما قال كذا يا ريجي انت ما ادركت عانت ما جيت ما بأعلمك ألا أنا حضرت ما جيت ألا في النص للجلسة آآ فاتك نص الأول كنت معالي دار أصلا لا قال بالنص الأول قال إيش اسمه سؤال الألمان ذا لا ضروري تجاوبه قال أنتم عددكم 24 أجيكم واحد واحد وأخذكم واحد واحد وأقول أنت مثلا يا وائل في بيت الحكمة أنت يا عبد الرحمن في مثلا في جلسة القهوة القهوة جاءت بسيدك حلو يقول وأخذكم 106 مدل أن يجيك أنت وائل يقول أنت خلاص أنت منت فبرايم أدخل لا يا حبيب هذا هذا ما تجاب على السؤال يا بابا لا يا حبيب هتستحر هخل لكم جلوس لنفرشكم مسؤال وتعرف من الله حك السؤال تدري شون يا سلا هو عشر مرات يا سلا السادة من الست وعشر آآ يختار هو يقول على عددهم على عددهم على عددهم يطويل عمر آآ السؤون سالي على عددهم يجيهم السؤال كلهم لكن السؤال واحد العشرة وسؤال واحد اربطاش حلو؟ حلو اللي باقي اربطاش السؤال الأول يطويل العمر جاي إذا سألك وجوابت صح أنت أدخل إذا جوابت خطأ تدخلها البراعي حتى لو واحد رصيدي على الرصيدي حتى رصيدي على الرصيدي ممكن تدخلوا العشرة مش يسوي بينكم؟ اتصال لا ما يوم بتصالي ادخلتوا عشرة أناك بابلش بينكم لازم ياخد ستة كيف ياخد ستة؟ ياخذ اللي كان جيتهم فرصة ولا استغلوه مثل أنه إياك جتنا فرصة الناضج وإذا لاك ما جيتهم فرصة ولا شيء وادخلوا يبدون علينا حنا المفروض ناخذ الجزاء أكثر لأنه جتنا فرصة ولا وضيعناها المفروض ما ندخل براه مفروض نطلع فأنا وإياك ندخل واللي ما جيتهم فرصة طيبة مثل الناضج والبلدية لا يطلعوا هيا بعدين عالمصر احتدريش تقولهم قلهم يا زيني اقل الله يقل الناضج جيتني ما خد أنا اشتغلت فرصة الناضج لا ما استغلت لا ما استغلت جيتك فرصة فالمفروض ما تدخل من العشرة المفروض تطلع لأنه رصيدك قوي ذلك ما جيتهم الفرصة فيستاهلون لما يدخلوا لأنهم شف ما جيتهم فرصة مع بالك صمدي كيف كيف أنا طلعت نفطت المطعم في أيها المفروض انك نفطت ما تدخل اللي حاجة برصيد ونخوك حاجة برصيد والسؤال ما استغلت الفرصة صح ما استغلتها لو استغلتها صح ما ترخص استغلتها في ايش يا راب يعني مثلا هم ايش قالوا لك قالوا لك مفلح الحد الربح لعلها لك 11 عالف أنت مطلع 9000 يا أخوي لا ما قالوا لا 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 استغلال تدريش لون الاستغلال ما في المهم يا صاحبي أنا أعطيك من الآخر والله أنت لو تشد وجهك هذا شد ما فيه انت هالكلام بتذكر كلامي بتذكر كلامي وشو ما نستغل تعلمك حاجة أنا رصيدي الحمد لله يعني لا أنا بيقول لك عالي عالي مرة ولا وسط يعني زي ها طيب ممكن ندخل معاك عالي مرة ويجاوب وانت تدخل مرة بعيف وما تجاوب يجي اللي مثلا أنت بخمسمية واحد سمية وجاوب وانت يا راعي الـ 2400 لا ايه اذا هي كده حتى لو رصيدي عشرة الاف زين هدخل بس الماطع ما لدخل يا مسلم لا المرأة دخل المرأة دخل المرأة دخل زي أنا رئيس البلدية لو ادخل خلاص ايه بش ما تطلبات انك قدمت مثل ايش اللي قدمت يعني وش عمالك هنا في القرية واقلة جديدة اذا انت مثلا اذا ما مثلا انت راعي الشلاط صح الله كم قدمت شيلة اذا غيرك راعي الشلاط اتقدم اكثر منك وكان ينشد ومتفعل اكثر منك هذا ما يدخل انت يدخل انك مقصر في حق موهبك كم قدمت شيلة انت هذا اذا كنت قل رصيد هذا قل رصيد هذا قل رصيد وانا انطفت ايه 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 انا فهمني اللي مسوي فيها كيوت ومعندي الا الدجة هذا يدخل الله لك وانا في الحين لا الله بنتراش واذق من نفسك لا والله لا واذق من نفسي والحمد الله عيش واقعيتي والله ملك بس كم قدمت شيلة والله ملكك عنده والله لا تصنع ولا شيء واش برنامج واقع اذا خطر من نفسك قدمت شيلة لا اهيه قدمتك في المخارج كم قدمت قدمت شيلات وجد يعني انت ورق بسمتك باقي بالسؤالات يا واش يشностьكات وربي ماء انا بقلق فقلق لا اهه الاكول لك شاي انا ما ا انا ما استني داخل برنامج الحمد لله انواقت قلن بالله وراض با اللي بيكتبها الله سبحانه تعالى سادري من الاعمالال واش يسئولونه عندك شيء كنت بتقدمكنه يقوليه مثلا دايما ابقلك شيء وبقول لاش يCOMT يقوليني كنت بقدم ش اسمه دوره او يقولی كنت بقدم شيلة اسمانيي اسماني اسماني واي يقوليك أنت بقدم شيئة بدشن شيئة وين هي؟ يقول بقدم بعض إبراهيم لا يا حبيبي مفروض قبل إبراهيم يتخلي إبراهيم إيه أنت عندك شيئة بتقدمها؟ بتتدشنها؟ ها؟ عندك شيئة بتدشنها؟ لا بعدين بعدين عبار مرحبا كان يا حبيبي أنت أكلتها بقول لك شيء لا يا غوي أنت ما تدريش موضوع الشيئ بقول لك شيء وخليب إن الله كتب حنا واثقين بالله سبحانه وتعالى بقول لك شيء وكافو كافو بقول لك شيء اه إذا الله كتب لك ودخلت البراهيم أنا معني بخايف أني أدخل إبراهيم أنا أسألونك على الحروف الإيجائية تعرفها ولا؟ دقيقة أنا يومشألكم أسألكم كيف الدخول النمونية هذا؟ فهمتوا؟ 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 فهمتوا يعني أنك أنت ممكن تنقب بسالة أدخل إبراهيم صح؟ ها والله صاحب أنك لا 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 أنك غبي ما هو كذا يا صاحب هذا ليس الممكن أنت بريده ما فهمت هوة رجدا؟ حبيبي حابري ما فهمتو؟ حتى الهروب لا لا... فيه لكنها أحدها ولا لا Stage عروف 2016 هادا لي وسوس البارح هيا� عروفها لي جييى تعرفها أنا وش كذا البارح أمر في بالله لا يا أخوك ولله ما ظايل الله ويش قلت أنت البارح ويش قلت ؟ انت ضايح سوا عليك الليلة يوم قال ميدك المعيدي قال ميدك المعيدي هاه ذا وجيه دا ما دخلت برايم المعيدي حقد عليك رايجين وقسم بالله نفقص اي شوالك 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 انا ما سألت ابد يسألوني مسألت سؤال واحد كليم تعاوني بش اسم هذا خليك تدخل جوابرايم وتعرف اشلو يبقى اش برسون قل كذا قلتنا بمميسك لا تدعي طيب استغفر الله العظيم اكشف وجيك مانت برجيه استغفر الله العظيم والله كأنك صدق كأنك بزر طالع من دريشة السيارة لا لا تنسب بالسفت قل شو بالسام بالسام لا غدا اليالي سود قل سود يرسي كما ترسي البواخر على الموج واي لغدا اليالي سود يرسي كما ترسي الدجاجة على البيت من اللي قال لك والله صح لسان المتنبي المتنبي قال والله يحق والدجاج اللي ترجل على البيب تعالي هو بالسام كل واحد يشوف الناس حرام حرام لا تجلس يا بالسام معاه شو مني يرجعك اجلس يا والدجاج يا رجل اجلس والله الظاهر المتنبي ما بيطلع برايم بيطلع الحراج لا لا هذا شو بعلمك هذا في حالي دخل برايم تراه عنده معلومات وشو؟ والله يا عنا الحظ يطيل عمر قال الله عندك معلومات للي ياسر عباس يقول يقول انا دخلت برايم وانا عندي معلومات زينا من يوم دخلت قسم بالله اني ارتبكت وضيعت يقول سؤال جاني سهل طوكيو تقع وين اليابان صحيحة ومع ذلك يقول ترتبكت ولا حليت